دائماً بسم الله نبدأ نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد من ضمن مواضيع الباب الثاني Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الدرس التالي في هذا الدرس نشرح المواضيع التالية أولاً Timing and Control الدوقيت والتحكم في الحاسب ثم ننظر في وحدة التحكم للحاسب الرئيس إذن الموضوع الثاني Control Unit of Basic Computer ما هي مكونات هذه الوحدة وكيف تعمل هذه الوحدة وأخيراً نوضح دورة التعليمة Instruction Cycle منذ أن تبدأ التعليمة في الحاسب وحتى يكتمل تنفيذها ما هي الخطوات أو المراحل التي تمر بها نبدأ في الموضوع الأول Timing and Control التوقيت والتحكم في الحاسب نعرف أن توقيت جميع سجلات الحاسب محكوم بواسطة مولد ساعة clock generator رئيسي يكون في الحاسب هو الذي منه تولد إشارات الساعة أو clock signal إذن the timing for all registers توقيت لكل السجلات in the basic computer في الحاسب الرئيس is controlled by a master clock generator بمولد ساعة رئيسي ولا تتغير حالة أو محتويات السجل ما لم تصله إشارة تفعيل من وحدة التحكم في الحاسب نعرف أن السجلات هي دواير منطقية يكون بها محتوى أرقام ثنائية هذه الأرقام الثنائية تظل على حالتها ولا تتغير إلا إذا وصلت لهذه السجلات إشارة تشغيل enable signal نسميها enable signal عند وصول enable signal إلى السجل هذا السجل تتغير محتوياته وفقا للعملية المراد تنفيذها ونعرف أن وحدة التحكم في الحاسب هي التي توفر إشارات التحكم لجميع دواير الحاسب عندما نقول جميع دواير الحاسب نقصد السجلات ونقصد الفيلب فلوبس ونقصد العدادات وأي دائرة منطقية يمكن أن تشتغل بإشارة تحكم كيف تنظم وحدة التحكم الآن نتحدث عن control organization تنظيم وحدة التحكم وهو جزء من تنظيم الحاسبات التي نعرفها ونود معرفتها في هذا المقرر هناك نوعين من أنواع تنظيم وحدة التحكم إما تنظيم مادي يمكن أن نسميه مادي نسميه hardwired control وهو تحكم بأسلاك أو موصلات مادية يعني موصلات حقيقية مستخدمة في هذه الحالة يكون هذا التنظيم بدوائر رقمية digital circuits والdigital circuits فيها توصيلات بين البوابات وبين مكونات الدائرة المختلفة هذه التوصيلات إذا كانت مادية فهذا النوع من أنواع تنظيم وحدة التحكم يسمى hardwire control وطبيعي بما أنه hardwire لا يمكننا أن نغير تصميم وحدة التحكم إلا إذا غيرنا هذه التوصيلات أو هذه الأسلاك بين مكونات الوحدة لذلك ذكرنا requires change in the wiring to modify the design of the control unit أحتاج تغيير في التوصيلات والأسلاك لنغير تصميم الوحدة النوع الثاني micro programmed control تحكم ببرامج دقيقة مايكرو وفي هذا النوع من وحدات التحكم يكون داخل الوحدة توجد ذاكرة نحفظ فيها معلومات التحكم التي نريدها نوع التنظيم الذي نريده في هذه الوحدة نخزن معلوماته في ذاكرة التحكم control information معلومات التحكم stored تخزن in control memory في ذاكرة التحكم وإذا كنا نريد أن نغير تنظيم وحدة التحكم ما علينا إلا أن نغير أو نعدل في هذا البرنامج إذن التعديل في شكل برامج أو software modifications are done by updating the micro program نغير المايكرو برغرام كيفما نريد ونكون غيرنا تصميم الوحدة وحدة التحكم وغيرنا طريقة التنظيم وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر